بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته تعرفون جميعا أن صلاة الجمعة صلاة يعني مهمة جدا وهي مخصصة لكي يجتمع الناس أكبر قدر ممكن في أكبر مساحة ويقوم الإمام بوعظهم وإرشادهم مو فقط يعني يصلون صلاة عادية كأي يوم صلاة جماعة عادية بأي صلوات يعني خلال الأسبوع لا صلاة تتميز فيها يعني نوع من التوجيه وفيها خطبتين الإمام يخطب ويعظى الناس مقابل الخطبتين تقتصر الصلاة إلى ركعتين صلاة الظهر هي نفس صلاة الظهر بس يوم الجمعة يصير اسمها صلاة الجمعة وإذا كانت هذا الصلاة في مسجد مهم وعظيم مثل مسجد الإمام الحسين ففيها روحانية أكثر الصير فيها ذكريات فيها يعني مبادئ وقيم وإضافية في الصلاة فالواحد يجب أن يحترم موقع الصلاة وموقع المكان الذي يصلي فيه أيضاً المسجد الخاص هذا حتى يعطيه فوائد جنة أكثر وتعرفون أيضاً أن الشيعة عموماً ما كان يصلون صلاة الجمعة يقولون انتظاراً للإمام المهدي ما عندهم إذن من الإمام الغائب صلاة 1200 سنة ولا إذن نائب الخاص فإذن الصلاة مواجبة ولكن بعض الناس أنا قبل خمسين سنة أذكر في كربلا الشيخ الرضا الإصفهاني أو كذا كان يصلي صلاة الجمعة واحدة مسجد صغير مجموعة عشر أشين واحد كان يصلي وراه في مسجد معين ثم عندما قامت الثورة الإيرانية وأصبح حكم بيد العلماء الإمام الخميني رحمة الله عليه عين أئم الجماعة في كل مدينة وبدأوا يصليون صلاة الجمعة وفي العراق ما كان أحد الصلاة الجمعة في الخمسينات في الستينات الشيخ الخالصي الشيخ مهدي الخالصي أو محمد الخالصي بدأ يصلي ولكن أيضا على الماء النجف حاربوا الصلاة هذه حاربوا الشيخ الخالصين شون صلي صلاة الجمعة أول ما أجى من إيران هو كان منفي أجى إلى الكوفة وصلنا بالكوفة صلاة عظيمة جدا ولكن على الماء النجف متحجرين ومتقوقعين وكانوا ينتظرون الماء المهدي فما قبلوا على الصلاة وطبعا بالحقيقة هو كان يسحب الزعامة من عدم أيضا فحاربوا بهذه الشغلة هذه وحاربوا الصلاة أيضا وانكفى إلى الكاظمية فقط في مسجد صغير يمكن في الكاظمية كان يصلي واستمر على الصلاة والآن حتى الآن مستمرين مع عدى هذا أموما ما كان أحد يصلي من الشيعة في العراق سلسة الجمعة ثم السيد محمد الصدر رحمة الله عليه بدأ يصلي صلاة الجمعة في التسعينات وحظية الصلاة أما أيضا في مدن أخرى في مدينة الصدر ومدينة بغداد وبصرة ومدن أخرى يعني صاروا يصليون الشيوخ التابعين له فأيضا حورب من المرجعية من السيستاني ومن غيره أنه شنو هيدا السلسة هذه الجمعة ما يجوز السلسة وصارت هجوم عليه بعد سقوط النظام السابق نظام صدام بدأ السيستانيون سلسة الجمعة وفي كربلا وفي النجف وما أدري من ما حافظا في الأخرى هم من عندهم مندوبين أو لا صار أدنى صلوات عديدة صلات خط السيستاني وصلاة خط الصدر وصلاة خط مرجع الخارصي وآخرين يعني وهذا طبعا ممو صحيح لازم صلاة عامة تكون مثل أي صلاة جماعة لله تعالى بدون أسماء في كربلا عدنا يتبادل على صلاة الجمعة اثنين أمين العتبة الحسينية وأمين العتبة العباسية الشيخ عبد المهد الكربلائي والسيد أحمد الصافي وخطبهم هم على صلاة ممثلين المرجعية يعني دائما يعرفون هكذا بالإعلام والمرجعية ساكتة يبدو تنسيق مع سيد ابن سيد السيستاني يمكن أن ذول يعبرون دائما عن مواقف المرجعية اليوم الماضي الجمعة الماضية يعني السيد أحمد الصافي صلى ساعة الجمعة في مسجد إمام الحسين عليه السلام وهو غير الخطبة وعضية كانت عنده وخطبة ثانية تحدث بها عن المرجعية المرجعية والمراجع قال أنه هم موكلاء الإمام المهدي يعني كأنه فيه اهتزاز بالساحة الآن فيه كثير من الناس بدأوا يراجعون أن المرجعية شنو أساسها وشفنا أيضا قبل أيام فيه صلوات الخط الصدري التيار الصدري أنه فيه نقاشات فيه داخل المصلين أنه ما هي شرعية التقليد لماذا يجب أنه قلد الناس بدأوا يسألون حتى من أشد التيارات انغلاقا وتبعية وخضوعا لقاعدها وزعيمها بدأوا الناس شنو التقليد هذا من موين جاي وليش نقلد شنو شرعية التقليد ويبدو الكلام أوسع وأكثر من التيار الصدري أيضا كان لدينا أخبار عديدة في الأسابيع والأشهر الماضية أنه فيه حركات تنادي بعدم جواز التقليد طبعا عندنا الخط الأخباري في البصرة وفي الناصرية وفي كربلا الخط الأخباري القديم ما يؤمن بالتقليد ويقول التقليد حرام الخط الأصولي اللي كان يقول التقليد يواجب وأعمالك باطلة إذا ما قلديت والمراجع كذا وكذا فبدأوا يتحدثون عن أن المراجع هم وكلاء الإمام المهدي شن هو الإمام المهدي موجود أو غير موجود هذا أول السؤال من أعطاها مكالة العلماء هي فرضية فرضية افترضوها بعض العلماء بالتاريخ أنه كل فقيه خليه يفترض نفسه نائب عن الإمام المهدي يفترض نفسه شايفين واحد يحط وكاله هو بنفسه يسير وكيل عن الآخرين يقول أنا وكيل عن فلان ويمشي فالمراجع يشكل هذه النظرية إشاعات كلها إشاعات ونظريات وفرضيات وهمية وأساطير فيه أساطير ومسوين قدسية دينية للمراجع هذا مراجع هو إنسان عادي قرية كم كتاب الفقه افترض فقه وهذا صار كأنه امتداد خط الإمامة وامتداد خط النبوة وهو ظل الله في الأرض وعشوية ما يصير أنت إنسان عادي لازم تحاسب تراكب تنتقد وحالك حال الناس البقيه مثل الأئمة كانوا يشكل أنت يشجع نفسك أقل أعلى من الأئمة وما تسمع أحد يقترح عليك اقتراح أو ينتقدك انتقاد أو يحاسبك أو يطالبك بدفتر حسابات مثلا لا تقبل ولا يدير باوة وحاة إذن صماع ولا يبالي كل المراجع لا يبالون يا بتعال قدموا حساباتكم قد يجدتكم فلوس وهالراحات سويتوا بيها هاي موخصكم ما عليكم أنتم أصلاً ما يجاوبون على الأسئلة هذه طيب مع ذلك يقولك أنا وكيل الإمام المهدي إذا نرى واحد واحد هجيب غريبة الإمام المهدي هذالك كل معين المكلاء وبهالصورة هذه ومتناقضين ومتناحرون أحياناً كل فقه يقولك أنا وكيل الإمام المهدي ويتعارك وفقهة الآخرين ويظللهم ويفسكهم ويحاربهم ايش دون يصير الشكل كل واحد لأن كل واحد هو يديع الوكالة من نفسه عن شخص غير موجود عن موكل لم يولد ولم يلد فوضى عندنا فوضى دينية حقيقة ويقولك احنا المراجع هم وكلاء الإمام المهدي وبعد وهذا الإمام أجل وأسمى من الخزعبلات والتشويه والشبهات في كلام في كلام الناس يبحثون يسألون أنه هل فعلاً هناك شيء شخص اسمه إمام مهدي ومحمد المحسن وهو غائب وموجود وحي ويروح ويجي وراكبنا وكذا وين هذا شن أثره شن دوره شن وليش غايب ومتى يغيب ولماذا يغيب أسألة كثيرة حول هذا الموضوع في الوعي الديني الجديد حتى عند الشيعة في العودة إلى أصول المبدأ الشيعي المبدأ العلوي التشيئ العلوي الحسيني ليس التشيئ الصفوي والقعجاري والبويه والمؤدري كذلك كل واحد يعمل في النسخة ويفرضها كأنها هي النسخة الصحيحة انحرافات كثيرة حدثت في التاريخ عن أهل البيت عن خط أهل البيت في صفوف الشيعة وكل واحد يقول أنا الممثل الحقيقي للتشيئ ما يصير زيان وما يسمحون أحد يناقش ولا أحد يحاور ولا أحد يسأل ولا أحد كذا وشوية لو ناقش بعض القضايا التاريخية مثل السيد فضل الله يصبح ضال مظيل ولازم يقاطع لازم يحارب لازم يضرم دعا ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف إلى الالتزام بخط المرجعية العليا يعني نحن معدد دستور وعدنا نظام سياسي وعدنا انتخابات شو نسوي بعد بالمرجعية ليش نازم نلتزم بخط المرجعية ومن هي المرجعية مونه جابهم مونه نصبهم مونه حطهم مونه ما نعرف ناس بيعرفون في ناس أشياء سرية تحاك بليل وفد مرة يطلعنا واحد مرجع ولازم احنا هذا المرجع الأعلى ولازم نسمع كلام المرجعية العليا وترك الأفكار المشوهة وترك الشبهات شوني يا شبهات شرحنا ياها وإذا عندك دليل ضدها قدم الدليل يا سيد أحمد الصافي مبينا ان على الشباب الالتزام بهذا الخط الواعي الديني خط واعي ولا خط ضد الوعي وأن يكونوا على هداية ونور وعدم التأثر بكلام الجاهلين والأفكار المشبوهة منهم؟ قول أحمد الكاتب جاهل قول أحمد الكاتب منحرب قول أحمد الكاتب أدى أفكار مشبوهة لماذا تخاف؟ قول حطه نقاط على الحروب لا والأسوأ من كل ذلك يقول في الكلمة عجيبة غريبة لا تناسب لا مقام صلاة الجمعة ولا مقام الإمام الحسين سيتكلم بهذه الصورة وأنت معتمد المرجعية وكلامك نحسب على المرجع يرضى موادة سمع الخط ومالتك المرجع يومه آمس أو لم يسمعها وما هو رأيه وما هو تعليق عليه كلام جداً ما يناسبك أنا ما أقول أكثر من هذا يقول لو رأيت وأمامي أحداً يطير بين السماء والأرض ولا يؤمن بالمرجعية لا يساوي عندي كلام الضفر ليش؟ شن المرجعية صارت أصر من أصول الدين؟ أو أصر من أصول التشييع؟ فتبدأ حاث بالتاريخ كنا بحاجة إلى ضرورة معينة صارت المرجعية وراحت وصارت عندها دولة الآن شوية أدرس التاريخي الموضوع من أول إلى آخر وشوف ويندن نصير إحنا بأي اتجاه والناس بيعالم وإحنا بيعالم بعدنا هذا يسيء للمرجعية ويسيء لصارت الجمعة ما يلازم صارت الجمعة يكون فيها هاللغة الهابطة في الحقيقة من الكلام شنو لا يساوي عندي الضفر منو أنت حتى يساوي عندك قلام الضفر أو ما يساوي؟ منو أنت يعني؟ شوف نفسك راجع نفسك ووضعك لا يريد أحكي شيء بدون دليل وبدون كذا فما يصير هاللغة أنا أطلب أن السيد السلسطاني أن يستمع لخطبة السيد أحمد الصافي يوم أمس يوم الجمعة ويعطي رأيه موافق عليها وإذا موافق فتلك مصيبة تنت وإذا لم يوافق عليها وما سامع أصلا الخطبة فواحد يدع أنه وكيله ومعتمده ونعتقل اسمه باسمه وما يعرف ما منستقوه السيد المرجع مثلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته